بصوا يا جماعة مفيش مدرب والنهار ده قالها الكابتن حسام في المؤتمر الصحفي ده حتى لو قال لهم كده ده حتى لو عندي مشكلة مع عمر كمال عبد الواحد انا بحط الكلام ده كله على جنب عشان خاطر بلدنا ده حتى لو وانا قلتلكوا قبل كده انه مش منطقي انه الكابتن حسام يبقى عنده مشكلة مع عمر كمال عبد الواحد ويكون حطه في القائمة المبدئية سيبك من القائمة النهاية اللي اعلانها بس القائمة المبدئية كان فيها عمر كمال عبد الواحد هو اتكلم عن النهار ده على الجزئة دي انه هو كان حطه ضمن اختيارات فلما واحد اتصاب من الاختيارات دخل عمر كمال عبد الواحد عشان فيه ناس تانية قالوا لك ايه قالوا لك كابتن حسام دخل عمر كمال عبد الواحد عشان الضغوط الكبيرة اللي عليه اجماعة ما هو اصلا حطه في القائمة المبدئية لو واحد اتصاب هنا او هنا هيحطه طيب لو هو عنده مشكلة معاه مش هيحطه أصلاً في القائمة المبدئية انت برح حسابيتي مش شايفك حسابي نحب نعمل حكايات وسحابي نحب نعمل قصص بصراحة مجدبش عليكو يعني تحديداً لما الحكاية تخص لعبي أهلي أو زمالك نحب نحط نولع فيها نار كده نحب أجمع ده منتخم مصر سيبك بقى من كل ده سيبك بقى من كل ده